اشتركوا في القناة الذي ارساه الاباء والاجداد واكد سموه ان العلاقات البحرينية الاماراتية اصبحت بفضل اهتمام ورعاية قيادتي البلدين نموذجا متميزا للعلاقات بين الاشقاء وتشهد نماء مستمرا يعكس الحرص المشترك على الانتقال بها الى افاق ارحب تلبي التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وكان صاحب سمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد الانهيان سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين حيث بحث سموه معه علاقات التعاون المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبول تطويرها في شتى المجالات وخلال اللقاء اكد صاحب سمو الملكي رئيس الوزراء حرص مملكة البحرين على توطيد اواصر التعاون الثنائي مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وفتح مجالات جديدة تسهم في الارتقاء به بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة واشاد سموه بمواقف دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة تجاه مملكة البحرين والتي تعكس الايمان المطلق بوحدة الهدف والمصير المشترك ونوه سموه بما تشهده دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة من تطور وما تحقيقه من انجازات تنموية في مختلف المجالات بفضل جهود ورؤية قيادتها الحكيمة من جانبه اعرب سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم واهتمام سموه بكل ما يعزز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين مشيرا الى تطلعه الى الاسهام في توطيل علاقات الاخوة المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين بما يحقق مصالحهما المشتركة